وضع سوريا تحت انتداب أممي وإفراغ الرئاسة من صلاحياتها العنوين الأبرز لوثيقة خطيرة حصلت عليها الميدين ووضعتها مجموعة واشنطن كأساس للمفاوضات في جناف المجموعة التي أطلقت على نفسها المجموعة الصغيرة وتضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن التقت للمرة الأولى قبل أسبوعين في واشنطن والتقت ثانية في باريس على هامش أعمال مؤتمر ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا تتضمن هذه الوثيقة تحت عنوان مناقشة الدستور السوري في محادثات جناف خارطة طريق واضحة لدستور جديد مع تفاصيل كاملة عن صلاحيات الرئاسة ورئاسة الحكومة والحكومات المناطقية والقضاء والأجهزة الأمنية وكيفية تشكيل المجلس النيابي وهي بذلك تتعارض مع القرار 2254 الذي تطالب مجموعة واشنطن بتطبيقه إذ يؤكد هذا القرار بنصه الرسمي أن وضع الدستور الجديد هو من مسؤولية السوريين أنفسهم الوثيقة تدعو إلى تحقيق توازن بالصلاحيات وضمنات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الأقليمية في إشارة إلى الإدارات المحلية وتتضمن الوثيقة بنودا مباشرة تؤدي إلى إفراغ الرئاسة السورية من صلاحياتها وتحويلها إلى رئاسة فخرية إذ سيكون تعيين رئيس الوزراء والوزراء بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس كما لا يحق للرئيس إصدار قرار بحل البرلمان وتماهد الوثيقة لوضع سوريا تحت وصاية مباشرة للأمم المتحدة التي سيكون لها قرار الفصل في كل التفاصيل المتعلقة بوضع الدستور الجديد والسيطرة الكاملة على مسار العملية السياسية وبينها وضع اليد على المسار الانتخابي بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر